تحاول أغلب الأنظمة العربية المعاصرة أن تظفي على حكمها صبغة الديمقراطية ذلك المفهوم الذي شاع استعماله في عالمنا اليوم مع أن تلك الأنظمة بعيدة عن الحرية والديمقراطية في ممارساتها وطريقة حكمها للشعوب التي يفترض أنها تمثلها الشعوب العربية المتعطشة لنيل الحرية تحلم بالديمقراطية التي نالت حظوة كبيرة في الساحات الإعلامية العربية وشكلت قضية أساسية ومحورية لدى الجماعات السياسية والحقوقية باعتبارها الوسيلة التي تمكن الجماهير من انتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصياغة مستقبل مختلف وعالم أفضل ومن هنا فهي تتطلع إلى الديمقراطية كنظام سياسي وجتماعي حين يكون الشعب هو مصدر السيادة والسلطة الديمقراطية بكل تعقيداتها وإشكالياتها تسعى في نهاية المطاف لتحقيق حرية الفرد والمجتمع في اتخاذ القرارات المصيرية فجعلت لها ركائز تتكئ عليها كسيادة الشعب وحكم القضاء المستقل ودستور وطني شامل للبلاد والمساواة والتعددية السياسية فضلاً عن التداول السلمي للسلطة صورة الديمقراطية وصلت إلى العالم العربي بهذا الشكل الذي جعلهم يتوقون لتلك الحرية المفقودة فهي حاجة فطرية طبيعية لكن يبدو أن نيل تلك الحرية عبر الديمقراطية في الدول العربية يعد ضرباً من الخيال فكلما خرجت الجماهير لتتنفس عبق تلك الحرية قمعتها الأنظمة الدكتاتورية التي نالت المرتبة الأخيرة بين ترتيب مناطق العالم في مؤشر الديمقراطية الذي تصدره وحدة Economist Intelligence العالم العربي بأنظمته الاستبدادية لا يزال يتخبط في مستنقع من المفاهيم والسلوكيات التي لا يمكن أن تساعد على ولادة أي نوع من الديمقراطية فنخب الحاكمة لا تقر ولا تعترف بمبدأ صدور السلطة عن الشعب ولا بحقه في المشاركة فيها بل ولا في قول رأيه فلتزال الوصاية على المجتمعات هي العقيدة التي تحكم ممارسات أغلب النخب العربية الحاكمة